احكي لكم حكاية واحدة اسمها بلاجية تائبة حد يعرف عنها حاجة بلاجية دي هقول لكم بيسموها كده مريم الثالثة لان الاولانية كانت مريم المجدلية التانية مريم المصرية الثالثة بلاجية اللي بسموها مريم الثالثة احكاية بلاجية دي بلاجية دي كانت واحدة عايشة في الخطيئة. عيشة في الخطيئة. عيشة في الزنا. عيشة في الزنا. وكان عندها حصان ابيض. وتخرج تتباهى بجمالها. وتعلن عن نفسها. وعن الخطيئة وعن اسعارها. يعني في ناس نمشي كده تطب الله. يعمل لها زبفة. تعالوا هتنبسطوا عندنا. يعني ده دعاية. وكانت بقى مشهورة قوي انها اسوأ انسانة في الخطيئة دي في البلد. وبعدين مرة الاسقف بتاع المدينة. كان جاي بالكهنة بتوعه وبيعنفهم. ان هم ما كانوش شايفين شغلهم. فرح قال تعبير غريب قوي. قال لهم ده انتم ما حصلتوش بلاجية التي تهتم بعملها. فازاي انتم هتقفوا قدام ربنا. يعني هو بيدي ايه? مقارنة. يقولون السيد اللي عايشة في الخطيئة مهتمة بشغلها. وانتم اللي عايشين في القداسة محدش فيكم مهتم بان هو يفتقد الشعب ولا يجيبي البعيد. ما تتعلموا منها. يعني تعلموا الاهتمام يعني. زي ما واحد يقول للتاني ايه? اتعلم من الشيطان المصابرة. ان الشيطان طويل البال ويفضل يخبط خليك طويل البال زيه. فانت ممكن تستخدم كده تعبير مجازي مقصود بي حاجة معينة. بصير في نظر الكلمة دي كانت طليق ولا لا طليق. الكلمة دي طارت برا الكنيسة متبخرة وحد راح نقالها البلاجية. حد من عمال الكنيسة راحوا البلاجية قلوا سكوتي. مش الاسقف جاب سرتك وعملك مثل. فالستة نرفزت. وحطت في دمخ. قالتهم الاسقف ده بيكون موجود امتى? قالوا كل يوم حد بيصلي في الكنيسة الكبيرة بتاعت المسيحيين. رحت مخبية نفسها. وحتى طرح على وشها. شش شش شش. مفيش كلام لو سمعت. وحتى طرح على وشها. وراحت تحضر القداس عشان بعد ما يخلص القداس تستفرض بالاسقف وعمل حساب هتدهمله بقى. دي بتصيرت ليه? وبعدين دي واحدة ايه بقى? يعني تفتكروا يما تفتح بقى خشمها وتفرد لسنها هتقول ايه? من المنائي. يعني هتبهداله نوياله. المهم مش هدي قصتنا برضا. بعد ما خلص القداس رحت للاسقف. بس سأتالي الاسقف قال حتة وعظة. بتتلم عتوبة. والخطيئة. والدينونة. وان اللي عايش في الشر وفي الخطيئة ما بيفكرش يومه هيكون شكله ايه قدام ربنا. اترعشت. اتنفضت. فراحت لمين? للاسقف. وراحت شايلة. البرقع ده ولا الطرحة اللي كانت حتى على وبالشها. قالت له انت الكبير بتاع الاقباط ولا كبير بتاع المسيحين مكنوش اقباط. انت كبير بتاع المسيحين. قال له اقوى حاوزة ايه? قالت له انا بلاجية الزانية. الرجل تلجلج وتلخبط. قال لها عاوزة ايه? قالت له كنت قبل ماجي عاوزة حاجة. ولما حضرت الصلاة بتاعتكم عاوزة حاجة تاني. قال لها ايه? قالت له عاوزة اتعمد. قال لها ايه? قالت له اتعمد. قالها ازاي يعني. هو بالساهل كده? قالت له توبتي من قلبي. لانه خفت من اللي عاوزة اتعمد طب ازاي يعني? قالت له تعرفوا عن المسيحية دي عشان تتعمد يعني. المهم اكمل معاك واللي حصل. قال لها لا يا بنتي ما بعدين 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 زوج منها. قال لها لا لا هذا موضوع طويل اول لازم نعلمك الايمان ولازم نعمل كذا ونعمل كذا. وبالليل نام الاسقف. نام الاسقف. ولما نام شاف حتة رؤية ليها العجب. حد عارف الرؤية دي كانت ايه? فاتح جرن المعمودية. وواقف لابس اللبس الملوكي. لابس اللبس الملوكي. يعني اللي هو لبس التونية بالصدرة اللي هو بتاع العيد ده. بهاء مجده. ومرة واحدة شاف غراب اسود قبيح بيحاول يلف وينزل المعمودية. وهو قاعد بأيديه. يهشه. ابعد يا نجس. ابعد يا نجس. ابعد يا نجس. ومرة واحدة من غير ما يحس. الغراب طر ينين طر شمال وراح نزل في المعمودية. قلبه قفل حتة قفلة. انه هو المسؤول عن طهارة المعمودية. وهذا الطائر النجس. اللي يرمز للخطف. الطائر الاسود ده نزل المعمودية. فهو حزين انه معرفش يحافظ على المعمودية نظيفة. بس لقى الغراب ده لما نزل المعمودية. اتحول لحمامة بيضة منيرة. وطلع من نحة التانية. فهو اتخذ. فقال له ايه ده يا رب. قال له ايه ده يا رب. وسمع صوتا يقول له هذه هي بلاجية التي اشتهت التوبة ومنعت انت عنها المعمودية. تاني يوم الصبح الاسكب ام النوم غسل واشه بقال له مش فولو بلاجية. طبعا الناس قدوا ينهاري سويد. له اسكب عاوز بلاجية. يا نهاري مش في ايدي. قال لهم انتو مش فاهمين حاجة. وجات له. وكانت الدموع في عينيها انها بتصلي طول الليل ان ربنا سمحها على خطايا الماضي الاثيم كلها. ويقبلها في المعمودية. اخدها وعمدها. هو ده المسيح. هو ده الباب المفتوح اللي اعطى الخطاة. عمر ما ربنا هيسألك غلطت ليه. ولا اعدت في الخطيه دي كم سنة. ولا اعملتها كم مرة. كل الاسئلة دي ما تهمش المسيح. اشتركوا في القناة.